أفد مصدر الأمني بمقتل عديلي وابن عم رئيس تحالف الفتح هاد العامري ومرافقي بأسلحة كاتمة من قبل مولى الثمينة يستقلون دراجة النارية في منطقة الرجدية شمال شرق العاصمة وقال المصدر إن الحادثة وقعت قرب قرية العناصفة أو العناصفة في منطقة الرجدية شمال شرق بغداد وشيرا إلى أن المجني عليهما هما ابن عم رئيس تحالف الفتح هاد العامري وعديله في نفس الوقت وشخص آخر من عشيرة السادة الطوال يسكن منطقة بوب الشام أضف أن الشرطة بدأت تحقيقاتها حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب القتل هي خلافة على أرض زراعية مبينا أن الشرطة داهمت منزل أحد المشتبه بهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر